الأسبوع العلمي والثقافي للطالب يطفئ شمعته السادسة والعشرين بمراكش تحت شعار العلم والابتكار رافعات للتنمية المستدامة في المغرب نحن اليوم في هذه التظاهر التي تندرج في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية للكلية والتي تهدف بالأساس إلى تحفيز والتشجيع الطلبة على استعاب مفاهيم الابتكار هذه التظاهرة العلمية والثقافية التي تنظمها كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضعية تسعة لتهيئة بيئة مواتية لترسيخ الثقافة العلمية لمناقشة الرهانات الرئيسية للعلوم والابتكار وتطبيقاتها من أجل تنمية مستدامة في المغرب كما العادة الأسبوع العلمي والثقافي للطالب يتم تنظيمه من قبل الطلبة ومن أجلهم قصد تعزيز مهاراتهم عبر إنجاز مشاريع حول شعار الأسبوع هذه الدورة تضمنت برمجة غنية ومتنوعة كما تميزت بمشاركة عدد من طلبة كلية العلوم السملالية تمكن من تقوية مهاراتهم في مجال التواصل العلمي والعمل على مشاريع تهدف إلى إصال عمل الباحثين للجمهور تحت إشرافي أساتذة باحثين